عبد الرحمن البنوبي وزيكو راحل الاهلي ولا؟ هو يعني الخلاف ما بين كلار ولجنة التخطيط في النادي الاهلي ان لجنة التخطيط مصررة على ضم زيكو يعني مصررة شايف ان زيكو نعيب عنده قدرات فنية ويفيد الاهلي وكلار شايف انه انا مش محتاج زيكو انا محتاج عبد الرحمن البنوبي بس هو عشان الناس تبقى فاهمة معنى كلمة خلاف اللي هو مش احنا بنقول ان فيه خناعات لكن دي خلافات فنية خلاف وقات نظر انت مثلا انا كنادي اهلي عاز اجيب البنوبي طيب انت هتجيب البنوبي وانا هقعد مش لعب انا كمدير فني انا في النهاية مدير فني فانا صاحب القرار اذا كان هو يلعب ولا مش لعب فهو قرار الفترة دي رايح دماغهم هاتوا انتوا عزينوا وفي النهاية انا اشوف فقائم رؤية الفنية هي لا تمشي فهمة يعني قد يكون الاتنين ارهبين بشكل كبير جدا من نادي الاهلي احنا شوفنا الاهلي يا كريم في السوبر عام تنوأس كتير جدا مع كامل احترامي الاهلي داخل على مدعكة طبعا كبيرة جدا طبعا والاهلي بيعمل الفرقة دي اوستاذ احمد مش للموسم ده الاهلي بيعمل دي عشان خاطر كاس العلم الان دي ايه اللي جاي صح فبناء عليه لو انت في الفترة دي مدعمتش بالشكل المطلوب هتعاني بشكل كبير جدا في البطولة بتاع كاس العلم المقرر قمته في امريكا بأمر الله ان شاء الله صح فانت بالتالي هوا كولار اتفاجئ كولار كان ليه طلبات محددة من النادي الاهلي ودارة النادي الاهلي في موسم الانتقالات ده مدافع مكان محمد عبد منهم راس حربة اجنبي قوي وجناح اجنبي قوي بالاضافة للعب خط وسط اللي هو كان مصر على محمد من رمضان من رمضان مصر بشكل كبير جدا الراجل شايف انه ده هو القطع اللي نعيص على النادي الاهلي عشان خاطر هو لغاية دلوقتي مقدرش يعوض رحيل حمد الفتح الراجل فنيا شايف ان حمد الفتح ديه الجوهرة اللي اتساحبت منه يعني امام عشور ما عبادش حمد الفتحي لقد دلوقتي امام عشور موصلش النادي الاهلي موصلش النادي الاهلي دي وجهة نظر انا وانا اللي مسؤول عنه امام عشور لعب كبير امكانات كبيرة لكن امام داخل في مشاكل كتيرة جدا مش مركز بشكل كبير جدا مركز في حكات تانية اتمنى ان امام يستغل موهبته اتمنى الامام يقدر المهوبة اللي هو موجود فيها ويستغل المكان ووجوده في النادي الاهلي عشان خاطر يفيد نفسه وقرام صحيحة اللي جاي ان شاء الله